النهاردة حلقتنا معاكم هنروح فيها شوية لعالم الأساطير والخيال الدنيا اللامعقول كل حاجة خارج حدود الوصف والممكن واللي ممكن نتخيله واللي مش ممكن نتخيله النهاردة كمان هنتكلم عن نوع من الأدب الحقيقة اكتشفنا إنه ليه جمهور كبير جداً جمهور واسع جداً وده الحقيقة بيبان أكتر وأكتر بارتباط الناس بحكايات الخيال زي مثلاً ألف ليلة وليلة سواء كانت عمل أدبي أو مثلاً لما بتتحول لعمل درامي زي مسلسل جودر اللي تبعناه كلنا في رمضان طبعاً بطولة الفنان والأستاذ ياسر جلال والحقيقة إنه حقق نجاح كبير جداً وأبهارنا كلنا سواء على مستوى قصة الكتابة التمثيل الإبهار البصري والمؤثرات البصرية البروداكشن يعني الحقيقة إن المسلسل حقق نجاح على جميع المستوات كل حاجة فيه كانت فوق الرائع كلنا متشوقين جداً زي الملك شهريار كنا نعرف من شهرزاد هو جودر هيعمل إيه في كل حلقة كنا مستنيين كل جديد وكأن الحكاية حقيقية وكأن الحكاية مش خيال خالص إحنا النهاردة هنتكلم عن أدب الفانتازيا هنعرف إيه هو هنعرف مدى انتشاره هنعرف ليه الناس بتحبه هنعرف كمان قد إيه محقق مبيعات في المكتبة المصرية والعربية وإيه سر حب الناس ليه وإيه سر ارتباط الناس بيه أو بالنوع ده تحديداً من الأدب كل ده هنعرفه من دفنة اللي هنوارنا النهاردة في الستوديو وهو الكاتب المتميز الأستاذ طارق إمام وطبعاً هو من الكتاب المعروف عنهم اهتمامه بالنوع ده تحديداً من الأدب كمان أعماله ومؤلفاته الأدبية فيها كانت جانب كبير جداً من الفانتازيا